استقبلت وزيرة ثقافة نيفين الكلاني المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية وعمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمقر وزارة الثقافة وخلال اللقاء رحبت نيفين الكلاني بزيارة المستشار تركي الشيخ وثمنت التعاون الذي سيتم بين مصر والسعودية تعاون في مجال الأوبرا تعاون في مجال المسرع تعاون في مجال المحتوى تعاونات مختلفة تعاون في الفرق الموسيقية ليالي سعودية ليالي مصرية مختلفة هنا وهناك يعني ان شاء الله أشياء ورعايات لبعض الأشياء المهمة ان شاء الله في تعاونات سينمائية أيضا مع المتحدة وصندوق وفي تعاونات أيضا رياضية التبادل الثقافي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية قائم وممتد عبر سنوات طويلة نحن ندخل مرحلة جديدة في التعاون مع هائفة الترفيه في مجالات عديدة مثل الحفلات الغنائية في الموسيقى العربية والأوبرا والبالي والدراما المسرحية إلى جانب الشركة المتحدة متركة معنا في هذا التعاون في مجال السينما ومجالات أخرى كثيرة في مجالات الفنون والسقاة طبعا برعاية سيدة قم السشار وبرعاية معالي الوزيرة وإن شاء الله في الفترة الجاية حيتم الإعلام عن كثيرا من التعاون مبيننا ومبينهم مجرد أسوء نحن سعدة بوجود معالي المسشار وإن شاء الله التعاون في الفترة الجاية يبقى أكبر وإن شاء الله نشوف طفرة في التعاون من مجال الأفضل